خلينا نفهم أكتر نعرف أكتر نتطمن أكتر من معانا على التليفون الدكتور عادل توفي مدير وحدة العلاج الطبيعي بالنادي الأهلي يا دكتور عادل صباح الخير في البداية لحضرتك نورنا في عشر الصبح في الأهلي وعندي سئلة كتيرة جدا فيما يختص هذا يعني المجال أولا لو فيه إحصائيات بعدد المتوفين أو المصابين يعني من الرياضيين تحديدا بهذه المشكلة رقم اثنين أصلا إحنا عندنا أنواع يعني عايزة أعرف حضرتك إيه هي أنواع الإصابات يعني هل إحنا عندنا كذا نوع هل مثلا بنتكلم أن برضو إصابات القلب مع الإصابات اللي هي بتبقى نادرة زي مثلا بلع اللسان الحاجات اللي زي كده إزاي برضو نعمل توعية بيها فضل يا دكتور أولا صباح الخير على حضرتك أهلا بيك صباح الخير والترس كريم ده سعد دايما بيكودي معاكو بيتنا صحية صحية أهلا بحضرتك أهلا بيكودي أول حقيقة طبعا يا حريك بتناقشوا قضية مهمة جدا جدا اللي هي الوفاة الرياضيين الصغيرين الأثناء ووجودهم في نصر وزولوا الرياضة بتاعتهم وإحنا عندنا إحصائية بتقول إن فيه واحد كل مئة ألف كل سنة يحصل له توقف عبرة الألف توقف عبرة ألف له سببين فيه سبب ميكانيكال سبب ميكانيتي يعني وسبب كهربائي نتيجة إلت الكهرباء الأزينية فبيحصل توقف عبرة ألف ويمكن نحن صادفنا الموقف ده شخصيا في ندينة مع المرحوم محمد أبوه الله يرحمه الله وكان في سنة 22 سنة صحيح ونفس القصة تكررت مع لعب جانج الكاميروني وكانت حتتكرر مع أريكسون بطول تكاث الأمور الأوروبية اللي فاتت لولا برضو لحقوق فهي الحقيقة بتبقى قصة بتتعلق بسبابين بيتوقف بهم عضرة القلب وإلى الآن برضو في وجود العلم الحديث ده لم يسبب برضو ليه هو بيحصل له فده طب يستدعي بيعايز مننا وقت تاني ومجدود أكبر عشان نوصل ليه 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 تعد حركة اللاعب وتعد المشروعاته بيحصل التوقف مفاجئ وعضرة القلب فعلا نقطة غريبة جدا يعني المفروض أصلا الرياضي بيكون جسمه وأجهزته وعضرة القلب أفضل من أي شخص كمان طبيعي فعليها لمس فان كبيرا بس مجددا مجدوده أكبر بابه من الشخص فعلا ما كان حيتعرف مش عارف دكتور عادل حضرتك معنا احنا بنحاول نناعش أنا وكريم يعني ليه ليه السياد بيحصل بس عندي مشكلة برضو في السبب طيب حريك يعني لو سمعنا كويس هك سمعنا كويس؟ لا يعني صوت باقي جدا ونحاول علي صوتي بقى ماشي احنا كنا بنتكلم مع حضرتك يا دكتور عادل يعني الموضوع عليه علامة استفهام فعلا يعني أي رياضي مفروض أنه هو يكون أفضل بكتير جسمه وأجهزته حتى البدنية هي عن أي شخص عادي فالأمر عليه علامة استفهام هل هو يعني إجهاد زايد أو تمرين خطأ مثلا يعني ومش ندى الدور كده طبعا لأن احنا الكلام ده لقناه على أكثر من مستوى على المستوى على المستوى الأفريقي مثلا هنا عندنا كامتباط أو كاميرون على المستوى الأوروبي لقناه حالي فريكسون وغيره يبقى إذن هي قصة مش أحمال بدنية قد ما هي قد تكون عيوب خلقية أو زي ما قلت حرارة الخلل في تهربة القلب أو في بيكانيكية عضرة القلب طب يعني لو عيوب خلقية مش من باب أدعى أو أولى إن دي تبقى حاجة تكون معروفة على يعني على الأقل عند المدربين اللي بيدربوا العيبة عندهم النوع ده من المشاكل يعني يا بقى لعندي مشكلة أو عيب خلقي في القلب وبالعب رياضة عنيفة في مقطبات الحالي كلام ده حيشكل ده يعني مزات فحوصات سابقة بتبقى موجودة؟ بقول لحضرتك حويم كده آآ كريم خلل وفاجئ يحصل وده زي ما قلت حالك لأن نثبته لقيلة جداً واحد كل مئة ألف كل سنة فما كانتش حد ملتكت لي قوي إنما طبعاً بعد ما تكررت وبعد ما حصل أكثر من مرة لا بأدوات فيه أكثر من طمر علمي ولم يصل إلى توصيات يعني فيه توصيات بتتقال بالفعل ولكن متى كلها في طور المجارب ويشوفوا الأحداث حصلت إزاي وتتعرضها حصل إزاي إنما هي بصورة أبوخة هي بعيدة عن الأحمال وبعيدة عن أي حاجة خاصة بالمسائل الرياضي دورت حالاتك هي موجودة على أكثر من مستويات علمية وصحة يعني هيا فانده بس معلش أنا آسف للمواقع بس عشان الشيء بالشيء يذكر عشان النقطة دي متهربش مننا وخصوصاً حضرتك شخصياً ذكرت مثال من ضمن الأمثرة اللاعب أريكسن اللي الحمد لله يعني تم إنقاذه في آخر لحظات نظر أن وجود فريق طبي متكامل نزل أرضية الملعب في ساعتها في خلال ثواني ومعهم أجهزة حتى إنعاش للقلب يعني كانوا معهم وحدة عناية مركزة بوسطارة ليه الموضوع ده ميكونش موجود في ملعبنا كلها؟ وهي دي بقى تكريم الحفة اللي استفادوا منها أو استفادنا منها كرياضيين أو كبشر يعني في الأحداث اللي فاتت إن عرفنا إن الإنقاذ يعني اللي بيتم وسرعته ذكر كتير كتيراً طبعاً ومعهم أجهزة بالقلب وبالتالي الحمد لله حصلوا الكبر الزجل بسرعة وقام على طول يعني طيب أنا هروح مع حضرتك أخيراً يعني لآخر نقطة أولاً إيه أحدث الأساليب المتبعة يا فندم؟ غير إن إحنا دلوقتي طبعاً من التكلم ما فيه مؤتمرات ومناقشات على مستوى عالي جداً للاهتمام الشديد بهذا الملف بس إيه هي الأساليب الحديثة المتبعة في هذا الشأن؟ النقطة الثانية إيه أصلاً تصنيف إصابات الملاعب يعني هل هي إصابات قلب، إصابات رأس، إصابات عضلية، أربطة يعني تصنيفها أي برضو حالك تفيدنا بهذه المعلومة؟ هو طبعاً الجديد بالوقتي اللي خلاص بيكامل بقى خصوص متقدمة جداً للجينات نفسها الخاصة بكل لاعب ده طبعاً على المستوى الدولي آه يعني إيه الإصابات المتوقع اللي ممكن تحصله من خلال الديئ إن إيه بتاعه بيعرف على طول مثلاً إنه يمكن إصابات العضلية ما عنده أكثر إصابات العضلات أكثر من خلال الخريطة الجينية لكل لاعب أو كل إنسان يعني وطبعاً بالنسبة لنا إحنا بنقسم الإصابات زي ما حالك قلت كده في إصابات عضلية ودي بتبقى معظمها نتجة عن سرق التدريب أو أسلمها أو استعداد الإنسان وعضلاته أو الإحماء إذا كانش كامل وفي إصابات أرديتها دي بتبقى نتيجة أرديات الملعب إذا كانت سيئة أو صيئة نتيجة الإصابات وإصابات الأرديات طبعاً نتيجة الإصابات المباشرة على طول ما بين اللعبين وبعض طيب ممكن معلش من الإصابات الندرة اللي هي اللسان بلع اللسان لأن أنا حاقة بمحضرتك يعني المداخلة دي بهذا المهم جداً ومتكرر فده حلو إيه يا فندم تفاديث زاي؟ ولا ملوش حل يعني الموضوع بيحصل كده؟ بقى مداخل الحاجات اللي في الدنيا يعني بغام فيه وعي بقى مداخل الحاجات اللي في الدنيا يعني عندنا الإصابات الرأس أو الإصابات اللي بيعقوبها الإغناء أو فقدام الوعي دي 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 ما بيصحبها بلع اللسان وخلاص ولاتبت فيه أجهزة تطيطة جداً بتتحط مباشرةً مع التعامل مع اللاعب عشان نمنع بلع اللسان جهاز بسيط جداً بيتحط راسي بوابع معين أو الميوع وبيقضع على في داخل الحال يعني طبيعاً بكل أو رجوع اللسان للورة بيسد القصة بالقوائية وده موافيد جداً لا مش محتاج مننا نخاف قوي كده بقى سهل جداً وبسيط جداً وتعامل معه مثل المصادحين على كل حال احنا بنشكر حضرتك جداً على هذه المعلومات العظيمة وفي نفس الوقت احنا هنتابع مع حضرتك لان الملف ده لسه فيه كلام كتير جداً عايزين برضو نتابع هذا الملف واللي هتصفر عنه هذه المناقشات والاجتماعات شكراً ليك فاندي بإذن الله فاندي شكراً لحضرتك بالتوفيق إن شاء الله شكراً لكم